تعاليني رجع بقى للزمان خلص؟ امتى؟ لسنة ما تولدتي اه هي 95 انا كنت في كرة 2004 2004 عجبتني اكتر دي اه تولدتي فين؟ بص يا سيدي انا مامتي مصرية وبابايا فلسطيني وتولدت في الكويت ما هو كمان؟ اتولدت في الكويت؟ لا انا مامتي مصرية وبابايا اردني من اصل فلسطيني فلسطيني يعني مولود وعيش طول عمره مش طول عمره فربا في فلسطين اه وكانوا عايشين في الكويت ومامتي حملت بي وكانوا هيجيبوني في الكويت بعد كده ماما قالت لا انا ابني عشان ماما مصرية عايز اجيبه في مصر قالت ماما لازم ابني يتولد على ارض مصر اخدت طيارة رجعت ولدتني بعدها بدأت الصبيع رجعت تاني وعيشنا اول ثلاث سنين بالنسبة لنا اول ثلاث سنين بالنسبة لاخوية اول ست سنين في الكويت ايه دا او مرار في الكويت السلمية يا ابني انا مليان مفاجآت بس انا انا بحبش كل سيزن كل سيزن بديك حتة انت اسمين الرئيس انت بقارن نفسك انا عشان يقولتك الكلام ده ليه اه دا فجأك اتقعد في البودكاست كان نفسي تولد في الكويت تبقى متفاجأة تبقاش عارف كل حياتك طب منين من فلسطين معلش بابايا من يافا عولود عشان بقى كل الفلسطينيين بقى يتفرجوا علينا بقى ايه البلديات يخش بقى في الكومنتات بقى انا من الخليل وانا من يافا وانا من غزة انت منين باباك انا من الخليل انا بابايا من يافا الخليل دي ليه الصعيد زي الصعيد مصر كده هو النقط بتطلع عليها اه منعارف انا فرح انا قوي مرة واحد خليلي وثا ايبا 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 اه والله اسمعي ايزالي من بيقول لجمه مرة واحد خليلي عدى كده اه بعدين بعد الكويت بالصدة بالصدة بعدين جيت هنا مصر قعدت بقى وخلصت الجامعة وبعدين ابتديت رحلتي المهنية الفنية انا كنت عايزة ادرس اصلا تمثيل انت كرويتي بتاع 18 سنة في سانية انا كنت عايزة اصلا ادرس تمثيل كان حلمك انك تبيه مرسلة من انتي صغيرة اه حلو ناس صغيرة وكان نفسي بقى بعرفة غني وارقص انت بس انت بتعفيت غني ما شوالله عليك دخلتي عملتيها ده انت بكليبات وحاجات ده انا حطك في الفيفوري دي دي... لا تدين الحطة هقول لك… استنيه بس هحكيلك حكاية الخلاو هدين واحدة ığذي أنا عندي عقدا اي انا خبطت في الماايك واصل حتى ما اندية بعرفةة وحاجاتة مع المااويك هاغني ازاي يا جماعة و قنة صغيرة في المدرسة في كويت كانوا بيختاروا الاسواد التي ستبقى في تيام الغنى اوكي ط Fight is at the company كل واحد يطلع على المسرح يغني فأنا من كتر الرعب صوتي كان بيتراش في خايفة أن أنا صوتي يطلع وحش فكان بيتراش فالمدرسة أو اللي كان بتعمل التست كانت ستة طيبة قوي كان فيه ناس بتقعادهم كده وناس بتقعادهم كده فاللي بتقعادهم هنا دول بتقول لهم أنتو عايزين تشربوا ينسون فأنا قعدت مع اللي عايزين يشربوا ينسون ومن يوميها وأنا بشرب ينسون